فاز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي شهدتها النقابة تحت إشراف قضائي كامل كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات نتائج التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 مقابل 2211 صوتاً لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري أنا بوجه الشكر أولاً للجماعية العمومية كلها بوجه الشكر للجنة القضائية والنقيب الصحفيين السابق دي أرشوان وأيضاً أوجه الشكر لكم جميعاً بوجه الشكر لمنفسي الأستاذ خالد ميري كانت منافسة عادلة كما علانت اللجنة نتيجة تشكيل مجلس النقابة لمقعد العضوية لتحت السن وهم محمد يحيا يوسف ومحمود بركات ومحمد عبد العال وأعضاء فوق السن وهم هشام يونس وجمال عبد الرحيم وعبد الرؤوف خليفة أنا شايف أن الحمد لله الانتخابات كل عادة شهدت إقبال كبير من الزميلات والزملاء من مختلف المحافظات الانتخابات سادها الود والمحبة للنزام بقلت من الأول إن ده عرص ديمقراطي بتشهده نقاب صحفيين كل عامين مجلس مبشر وأنا أتمنى أن الفترة الجاية نكون أد المسئولية والثقة الكبيرة اللي أعطتها لنا الجمعية العمية وإن شاء الله ينعكس ده على أوضاع المهنة كصحافة وأوضاع الصحفيين وأوضاع النقابة عموما ويأمل الواسط الصحفي أن يكون مجلس النقابة الجديد ملبيا لتموحات الصحفيين والارتقاء بالمنظومة الصحفية مؤكدين أن الصحافة رسالة تعكس نبض الشارع الحقيقية محمد الخطيبة التلفزيون المصري